نوفا هل تعتقد معي بأن لمسة المدرب بالماضي حاضرة وحاضرة بقوة في هذا اللقاء وبالتحدث في مباريات الفريق الجزائري بشكل نعم أكيد أكيد يعني عبدالله الرجل على مستوى الفعل أتحدث عن الفعل في المباريات الكوتشينغ الخاص بجمال بالماضي وأيضا على مستوى الانضباط انضباط عالي جدا لدى جمال بالماضي تخيل معي أنه حين منح المنتخب الجزائري يوم راحة جمال بالماضي كان في اللوبي ديال لوتيل واقف في الباب يعني مكيش اللي يخرج من لوتيل يعني وإن كان هناك يوم راحة لهؤلاء اللاعبين ولكن كان هناك انضباط وصرامة من هذا المدرب تخيل معي أن مشاكسة جمال بالماضي وصلت حتى الندوات الصحفية وشاهدتم بالأمس كيف تحدث مع أحد الزملاء من الصحفيين الجزائريين وقال لابد أن يكون لديكم مخيلة واسعة نوعا ما وتميزون ما بين المرشح للظفر باللقب وبين من خارج هذه الترشيحات أو التوقعات أي أن الرجل حتى على سياسة التواصل يعي ما يقول وإن كان جمال بالماضي حين حطى الرحالة في القاهرة تحدث على أن الجزائر جاءت لمصر لكان مصر من أجل المنافسة على اللقب حتى على مستوى تغييرات جمال بالماضي اليوم مرة بعدد كبير جدا من السيناريوهات السيناريو الأول سجل هدفا مبكرا منحه الأمان منح عناصره الثقة السيناريو الثاني ربما ضياع ركلة الجزائر لبغداد بنجاح وكيف تمكن من إخراج الفريق كل من ذلك التيه الذي جعل الإفوريين يسيطرون على الكرة السيناريو الثالث إصابة مفاجئة لعطال جعلته يخرج من الميدان ولكن البديل كان في المستوى أيضا السيناريو الرابع هو الاستنزاف البدني انصح التعبير للاعبي المنتخب الجزائر وكما تفضلتم وتحدثتم بأن المنتخب المغربي خاض جل لقاءاته في التوقيت التي لعبت فيها الجزائر اليوم فشهدنا ارتفاع درجة الحرارة هناك في السويسكي فأثرت على معنويات الفريق ولكن لا ننسى أن هناك دور محوري وفعال لجماهير التي كانت هنا في القاهرة وأيضا رحلت سوب السويس أو تلك الطائرات وذلك الجسر الجوي الذي بدأ منذ الصباح الباكر من مطار هواري بموديان بوصول أربع طائرات تحمل الأنصار لمساندة الخضر وبالتالي كان هناك دعم جماهيري منقطع النظير كان هناك ألق وتألق للعناصر حتى البديلة لا ننسى بأن حين احتاج اليوم جمال بالماضي إسلام سليماني وجد إسلام سليماني يراوغ يناور وأيضا يضغط على مناطق المنتخب الإفواري ولكن في المقابل حين أخرج كامارا ويلفريد زاها لم يجد مقاعد البودلاء مليئة بمهاجمين ربما بإمكانهم حسم الأمور على غرار ويلفريد بوني ويلفريد بوني إن كنتم تتذكرون في كأس الأمم الأفريقية 2015 هو من أخرج الجزائر من الدوره بالنهائي سجل ثنائية بديعة في شباك الجزائر وتمكن من التألق والتعمل ولكن أين هو الفريد بوني ذلك الزمان؟ أكيد أنه اختفى إلى جانب عدد كبير جدا من العناصر الإفوارية التي كانت تخيف الخصوم قلما تشاء عن الأسماء اللامعة في تشكيلة الفيلة اليوم الجزائر مرت بأكثر من سيناريو أعتقد بأنها ستكون مفيدة لجمال بالماضي في الدور نصف النهائي أمام نصور نيجيرية يعني لا ترضى بالفشل ولدها طموح جارف أيضا لتكرار سيناريو كأس الأمم الأفريقية هناك في جنوب أفريقيا مع الراحل ستيفن كيشي عبدالله